رجعني وياكم مشاهدين الكرام وقد انتقل إلى الفنان الجميل محمد الحملي ومثلما ذكر هذا التقرير الجميل أن الفنان محمد الحملي ما يعرف المستحيل لكن تأخر عليه تقريبا ثلاث دقائق لأن يقولون أنه قاعد يطبخ أو شيء ما أدري محمد الحملي ليش؟ لا 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 ما أعمل تغيير من الجسمه رغم سري لا 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 ما في رغم سري كلش قاعد تطبخ أو تسوي شيء قاعد أسوي ربس طالعا بك حياك الله ويانا في ليلة الكويت الحملي ومنور وكيد شهادتنا فيك مجروحة خصوصا في ظل هذه الأزمة الفنان الوحيد الذي قدر يتجاوز هذه ويسافر بإبداعه من خلال الأولاين حياك الله ويانا ونودنا أن تكلمنا عن مسرح ستيج باك جروب وخصوصا الرسائل الذي قدمها إهداء لوزارة الإعلام فرغة باكستيت جروب طبعا في بداية الأزمة بالتعاون مع وزارة الإعلام ومننا كشركة أن نقدم فلاشات توعوية الحمد لله قدمنا أكثر من فلاش توعوي أكثر من فلب توعوي بالنسبة مواكبة للأزمة وتحذيرا طبعا من الأزمة نحن ما كنا ندري كجهات شنو ظروبها ولكن الحمد لله مع الوقت قدرنا أن نحن نتعامل مع الأزمة كمواطنين كبقيمين كإدارات كقنوات كل المواطنين في كل العالم بدأ يتأقلم ويعرف الصح بغض من هذه الأزمة دورنا كفنانين اليوم نطلع في مسرحية مواقب أو نسوي شيء أونلاين أو كذا يمكنني أنني ليس خبير بالأونلاين خبرة كلها كانت عند بونا بي اللي هو أفضل بيدا لأيسا ونسحية مع طريق نخسر لبداعي وهم اليوم قالوا أننا لدينا القطرة الأونلاينية نحن نطلع فينكم ماذا لديكم؟ لأنني أخبرني في توقيت أنا كنت أعجيهج ثلاثة أعمال في العيد المسرحية واحدة بالأونلاين الموضوع عندي صار تركيز وأسهل من أنها نقدم هناك لكن تشرف مع الشغل أنها أصعد لأننا مو قاعدين نتعاون مع الجمهور يعني الجمهور ما يشوفها ولا يشوفها مو متفاعل الجمهور مو متفاعل مو متفاعل ولكن حتى وينا حركات طبعا بالألقات والأسئلة والأجوبة وردت فعل للناس بعد الأرض قبل الأرض أخبر الله صدنا بس أن هل الناس راضين أو مو راضين متجاوبين أو مو متجاوبين أما خلال الأرض نحن كم الثنين طبعا مصرين محترفين يعني معنا أفوي حتى الخضر فهد البنايع فأيس بنصار وفحمد عشور وفعلاء البندي وهم محترفين أن كنا نعطي حق بعض الجو ونتفاعل إحنا مع بعض كم الثنين عشان ننسى الأنصر الرئيسي اللي هو موجود وفي وائد ناس انتقدت بعدين بعد الأرض نشلون ونصرح 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 الفكرة يا أخوان هي مسرحية بالأونلاين الآن اليوم تنسوي اللغاء مع محمد الحملين تنسوي برنامج زوم قبل كان اللغاء أنا وياك نقعد مع بعض حتى ما تطور الموضوع نوصل له حتى في المسرح تاريخ المسرح الذي نرى مسرح ديني تحول مسرح تاريخي تقل إلى مسرح العربة مسرح الشارع مسرح المقهى مسرح العرايس مسرح أنواع المسارح اليوم يمكن أن يكون هذا البرنامج زوم وهذه الشوكة هي الشكل الذي يزيد من أشكال المسارحة ليس نفسه مسرح دار المهنة الطبية لكن لشكل معين لآلية معينة حاولنا نكون أول ناس في الكويت في الخنيط الوطن العربي نحن في فرقة واحدة فريضانية بعدين شفنا نسوي ميديو اللي قدرنا نسوي مسرحية ماذا كان بخاطر أو في بال الفنان محمد الحميلي من رسالة من خلال مسرحية السيستم موقف ماذا كنت تقول لي؟ فنيا نحن نتواصل مع الجمهور اللي اعتادوا عليه وما نريد أن الناس تفقد هالشيء خلاص نمت وفقدها وائد أشياء بسبب كورونا فما نريد أن تفقدون جو العين تستكت قاعدة تشوف مسرحية نفيش ومعهلك تستمتع بالعرب وخلقنا هالأجواء هذي عندهم وحرصنا في الإيميلات مثل الجمهور أضعوا بروجيكتور أضعوا الشاشات أضعوا سيستم صوت أضعوا الفيش أضعوا أكل وفي ناس أطبعوا تذاكر في ناس أصبحوا دخول وخروج في ناس أختمت على التذاكر في ناس أصبحوا فاسترات في ناس أصبحوا فعالية داخل بيتك ونحن من بعيد مضمون المسرحية الرسالة من المسرحية رسالة المسرحية هي من فكرتها سيستم واقف اليوم نحن نحس كمواطنين وكموظفين كإدارة أن السيستم من البلد يوقف عندما السيستم من البلد في أي مكان يوقف عند أحد لا يوقف عندك لا تقول دائما أن السيستم واقف يتعطر الدنيا وكفاية الديرة وكفاية الأشياء لا تضع لديك الطاقة السلبية لأن توقف نفسك عند هذا الحد مثل تسكرت المطارات ونحن تسافر ماذا لك حلول لا تريد أن تخرج من البيت فعالية داخل البيت دوامك لم تعد داوم وقت الدوام الصبح تحاول تسوي شيء في يدك أو تجهز ليجا الدم رتب نفسك أن أنت ما تتعطر ليش؟ لما تي بعد أربعة عشر خمس ستة عشر بعد سنة ترجع حياة طبيعتها أنت العضلة مالتك مالت الشغل تكون طخن لا تستخدمها لا تستخدم عقلك لا تستخدم يدك لا تستخدم لا تستخدم لا تستخدم بعد الأزمة لا تستخدم هذا غلق نحن 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 مجرد ما أنت والله تمشي مع الدنيا كلها الدنيا واقفة خلاصة حلو التجربة من خلال مترحية السيستم واقف بشكل عام ما رأيك فيها؟ أنت أنت اليوم؟ ممتعة صراحة استمتعت استمتعت لأن طاقة التنفيلي ليش؟ ما في جمهور يتفاعل وانت بساعة ونصف مجابيني الكاميرا وقالت تحسن للجمهور فيها لحظة هل ضحك أم لا ضحك؟ صفك أم لا صفك؟ فعلشان نأكد أن تجربة هذه نجحت أو شلد يجب أن يوجد تجربة ثانية لازم يحن نجهز تجربة ثانية تجربة ثانية، تجربة ثلاثة، تجربة أربعة كلهم لين نصيد الآلية اللي المفروضة تصير يمكن يطلع فيه بعدين آلية عمل المسلحيات الوكترونية دعونا نقول لنا أصحابه وروادين، لماذا لا؟ نعم، ما هي المشكلة التي واجهتكم من خلال هذا العام الإلكترونيا؟ هل هناك مشاكل تخطيتوها أثناء عرض الأولام؟ أكيد، أولا دخول الناس للسيستم الماركة والماركة والماركة والزوم التواصل مع الإيميلات، عدد الجمهور كان كبير التواصل الإيميلات، اتصالات أنا أعلق عندي الجهاز، الصوت عندي ما يطلع أنا شاشة عندي مقلوبة أنا أدري أن ترى الجهاز في ناس آيفون، في ناس سامسون، في ناس أنواع تليفون، آيباد، لابتوب لا يمكن أن ترى من نفس المصدر، ولا يوجد نفس الوائر، ولا يوجد نفس الوائر، ولا يوجد نفس الوائر، تفاوض، تفاوض، بالنسبة للأوت، ولكن الآن، نعطينا كلهم نفس الشعور، ونفس الشعور، فالفائدة كبيرة، أننا نجربنا، بالنسبة لي، عندما نكون نمبر أولاً بالتجربة، هذا شيء حق، ولكن هناك تجربة سعودية، التي تم الآن هنهن في اليوتيوب، ولكنها يوتيوبية، وستانداب كوميدي، وارتجالة، ما هي مسرحية في نص مكتوبة المعنصر، لكن كمسرحية، نحن نمجح اليوم، هذه التجربة مسرحية، بالنسبة لي، قبل أن كان هناك رواد المسرح الكويتية، نحن نكون هناك رواد فيها، لكن بعد أجل سنين، نرى هذه التجربة، أنا طموحي لا يفكر، في ناس تعتقد، أن طموح محمد، والرابعة، والشاركة، والموضوع، طموحهم يقف عند العيد، لا، أنا طموحي بعد خمس سنين، بعد عشر سنين، بعد عشر سنة، ما نقول؟ إلى اليوم، المسرحية التي تعملت نغرة في مسر على الطفل، اسمها مدينة تلجية، هذه إعلال وفاج، وإنتاج محمد الحملي، قبل عشر سنوات، فأنتك على التحجة، أنا دائماً أفكر، لماذا يأتي أدام؟ فلا أحد يعتقد، أو يتصيد، أنه محمد، يا الله، هذا الفتح، لا، ولو ليس هذا، الحمد لله رب العالمي، أنا اليوم ما أسمع هذه المقدمة الجميلة، التي تعملتها في برنامج كبير، المقدمة، بالنسبة لي، التي سمعتها، التي حطيتها، لغطاتها، بالنسبة لي، ما تتخيلش كنتم مشكورين على هذا التخدير، ودليل أن أنا فعلاً، لا أشياء في خطواتها، حقيقة هي قليلة في حقك، كونك فنان شاب، وأكيد منه ما يعرف كل الجهود التي يقدمها الفنان محمد الحملي، وابداعاتها ونجاحاتها، لكن، هل الخطط التي يتخطاها، أو يمشي عليها الفنان محمد الحملي، هل هي نوع من المغامرات، أو أن الرجل يمشي في خطط مدروسة؟ هي مغامرات مدروسة، نحن نتحدث عن شيء نخططها، نكتبها، ننزلها على الورق، نضعها جدوى العمل، ونغامض فيها، ندرسة، ونسوي لها دراسة في الربح، وشلون طريقتها، الربح أتكلمك، ليس في المادية، أو الفسارة المادية، المعنوية، أنا اليوم، المعنوية عندي أذكر، أنا بالنسبة لي، oricاز، نتحب نجاح وراني يونجأ. حتى الأعمال senses تبقى القanni، أنني لم يكثل.... فإنّ لا توقفنا، ثم المغامرات، ولا تفادي الحصوة، إذا لم تقوم ذلك، لم تفادي متواجر persons لا تفادي، عندما تخاف تفعل شيء احتيادي. عندما تخاف تفعل شيء الناس يتعود عليه. عندما تخاف لا تغير المكان. لكن أنا ننتقل من المكاني إلى لفل الآخر. إلى مكان ثاني. إلى عالم دنيا ثانية. لو أخاف من المجهول لن تغير المكاني. نعم. وشان شفت ردة فعل الناس على سيستم واقف من خلال الأونلاين؟ جميل جدا والله. الحمد للأنهم مشجعين. الآن نسوي السيستم الثاني. إلى اليوم سوفنا الناس. بالنسبة لي مادية ومعنوية. حققت المعادلة. أنا أخوة بدر العيسى بنبيل في مريق مختلفة. فقنا هو صاحب الفكرة. هو صاحب فكرة مسرحية أونلاين. لكن ما ندور؟ هو لأنه قوي في الأونلاين. دور واحد قوي في المسرحية. لكي نسوي مسرحية أونلاين. وقعدنا ندرس الموضوع. يومين إلى أسبوع دراسة من الصب إلى الليل. لين صدنا الافتراض أو صدنا العمل الافتراضي؟ إنه لا ربما هذا العمل هو يكون العمل الصحيح لشؤون الجمهور. والحمد لله نزحي. نعم. الفنان محمد الحملي بالروح للجانب الآخر كان لك مشاركة في سنمائيات 2020. وهذا العمل كحال بقية الأعمال الواجهة الانتقاد. وأيضا الإنشادة. كيف نشفت مشاركتك في هذا العمل؟ أنا مستمتل في هذه المشاركة. أشانكم بصورة. أنا اللي كلمت دار التنتاج. أن في أي شكل من الأشكال أنا لازم أكون معاكم في سنمائيات 2020. هذا العمل الذي يحمل في اسمه وفي فريقة ذكريات جميلة في الطفولة. هنا أنا في الجزء الأول من 20 سنة كان أمري 14 سنة لما شفت. كنت في الثانوية. فاليوم لما بعد 20 سنة يعاد هذا العمل بالنسبة لي في السيفي مهم أن يكون موجود في هذا العمل. أما الامتقادات أسوال العمل نجح يشل وصعد نزل. أنا كمحمد آخر شخص ممكن أن يأثر أو يتأثر كل الأشياء. لماذا؟ تبقى أن هذه هي تجربة. التجربة في كل التجارب. حتى التجارب العلمية التركيبية. هي قائمة للنجاح قابلة للفشل. حتى التركيبة التي كل العالم يبحث فيها. اللي هي العلاج للCOVID-19. كلها قابلة للنجاح وقابلة للفشل. اللي يفشل اللي بعدها. اللي يفشل اللي بعد. لين تلقيت التركيبة اللي ينجح؟ نفس الشيء الفن. ممكن أن تليوم في سنة مايات 2020 أخانتهم التركيبة. هناك شيء في التركيبة طلعا. ليس مضبوطة. فاختل العمل. لكن هناك أعمال. والتركيبة عندهم مضبطة. النجاح العمل. اليوم كانت تلقيت سنة مايات. وراح الأيام. أنا بالثنين. أنا ممكن ما توقعت. النجاح الساحق. اللي حققت مسلسل. راح الأيام. ليس متوقع. ليس ما أبي ينجح. ولا أني أنا مقلل من قيمة. أو قدر أي أحد من الفريق. لا أولا حشأن. اللي هو المؤلف في المقرج. في المنتج. فريق الانتاج. اشتغلوا. في صبح الليل. على غير المنصر. ولكن حسي كمثل. ما أدني أشتوقعت. إنه سنة مايات السنة. يضروب. لكن راح الأيام. كما يشاء. لكن ظروف التركيبة ما تروح الأيام. على الموسيقى. على المقدمة. على التوقيت. على الجهود. الناس حبوا هذا الجهد. الناس ما حبوا هذا الجهد. ودوق في النهاية. عادي. نعم. أنت طلعت على ردة فعل الناس. وشايف أن ردود الفعل. مع كافة الاحترام. لكل ردود الفعل وراءهم. شايف أن مبررة هذه الأشياء. أو ردود الفعل. اللي حصلت على هذا العمل. أنا أبرر أي ردة فعل. فنية. فنية. ولكن. ومع أي ردة فعل شخصية. لأن اليوم. لا تشخص نهاما على الشخص. أو أنه يوم. سنتحدث عنهم. أنت تسأل. هناك لغطات. مثل. هناك لغطات في الميديا. السوش الميديا السابع. في عزيز مسلم. هي لغطات. ليس بالأمل. من الكواليس الأمل. شخصية. أو تم الانتقاد على شخصك. من يوصل الانتقاد. أنك تحولت من الانتقاد الفني. الانتقاد الشخصي. فقط حرفية الانتقاد. وخوان الصحابة. وخوان النوقات. يعرفون. ويعون جيدا. معنا الكلام. اللي أنا أحلم. أنت اليوم. لا تطلع من الانتقاد فني. قول يا خصورة محلوة. قول أحد أفضل. لكن لا تقول. والله شكل فلان كذا. والله هذا لو أنه. وتقعد قطل. وتصير مجال للسخرية. اليوم. لما تعطي أنت مجال الانتقاد. تزيادة على اللزوم. يبدأ يتحول من الانتقاد. إلى أقل كذا. إحنا ما نرضى. ولا أحد يرضى على نفسه. وعلى بيته. كون العمل الفني. هو بيتنا الثاني. أحطنا كفنانين. لو يفشل عندنا عمل. ليس سنة مايان. أي عمل. الفجر عندنا في يوم اليوم. إصراية الجندول. الطع والجرائي. ما قالوا. وكلمة. وكلمة. أضوك. أفا. يا الحملي. والهاوية. إلى الهاوية. ويصبط الفن والفنانين. لحملي. وسطوط الجمل. وكلمة. وكلمة. بعدها في أسبوع. سويت عمل. في اليوتيوب. عند أحداك في سوريا. مع أختي سماح. وكلمة. وكلمة. ومنكسر الدنيا. لا أحد قال. يا الحملي. نعم الشارك. لا أحد تقول. فأنت اليوم. فأنت اليوم. خلاصتنا من الجندول. فصار امتقال الجرائي. أطبني أسبوع. ملحتني. خلاص. اللي بعدها. ما رح أنا صدقني. صدقني. أي فنان حقيقي لم. ولم. وما رح يسمح لنفسه. أنه يتعلق. في فشله. وينسى طريق النجاح. لطويل اللي جدا. هذا فشل. فاليوم. أعمل. أصدر في مشكلة. اللي بعدها. أنا في النان. عند الباقي. أنا أحيي فيك هذا الحماس. وأحيي فيك روح رياضية. في تقبل جميع النقد اللي موجه لأي عمل. موجود بعيدا عن الشخصانية. وتحية أكيد لكل زمل الصحفيين والنقاد. لأنه بالنهاية هدفهم أصلاح وتقويم كل مسار. لكن الفنان محمد الحميلي دائما يكون خارج أنظار المنتجين في التلفزيون. ليش؟ أغلب المنتجين والأسف الشديد في المصدقاء. أدرون من اللي بقول الحين. إذا ستشاهدوه. هدفوا كابتورو. دائما يضعوني في خاطئ منافس. أن أنت قاعد نفسنا. أو أنت أنا ما قدر أقويم منافس. لأنني لديك مسرح في العيد. أنا شايفهل من ذاوية ثانية. أنا وان نفسي. أنا شغال بالمسرح. وان شغال بالتلفزيون. أنا لا أمثل لديك. ما أي أمثلت ساكن. ما أقول لي أني أدري. أنا أحفظ. أحفظ. أشكري. لا يعمل. لا يعمل. لا يعمل. مساءل. لكن هناك مندجين. قالوا لي أبو الحروف. أكبر. يقول محمد. نحن نبك نابسنا. أنت تعتبر حين منافس. حرص. لأن عندك إنتاج شركة منتاج. لكن أنا لو نركز بها ورتفها. ولا مرة أنتشت عمل فيني من التلفزيوني. أنا مو نفسك في الملعب. لا أستطيع أن نتهمون في النهاية. لا أستطيع أن أشتري. أنا أمثل حيات. ابنتات. فأتمنى أن المنتجين هذه الليلة. يغيرون وجهة نظر فيهم. صديقهم في الحملي. وأنه ترمثت الشاطرة. أنا زي يطلع مني. فأنا أشكر. فريق راح الأيام. والمؤلف المخرج. وفاني اللينات. أنه. أعطواني فرصتي. قمت بس. قميت اللوكيشن. لا تخيل كمية تراحة. ولا أنا قامل. أكشن. أقول كلمتين مع ياسي. نكتتين في الصوف. أدغش مرمى. فأرتحت كم وثنين فضلت. فالناس بشتني. محمد برافو عليك. فنانين دفن شولي. نجوم. وناس عاديين وكبار. ورجال الدولة كبار. وهم شباب وصغر. أنا برافو على الأداء. يوه زيني. يطلع مني. لأني قاعد أنسي. هذا الجانب بسبب ربي. الله هدام. بسبب يمس. الله يعطيك العافية. نتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة. ونشوفك معنا في استيديو ليال الكويت. الفنان محمد الحملي. كل الشكر لك على هذه المداخلة الجميلة. أميب. مشكورين. تم رقصة التجزيل الكويت على رأسي. وهذا يوفقك. لننتقي في الاستيديو. اللهم أمين. يأتيك العافية. ومشاهدين الكرام مثل ما شفتها. وهذه كانت حلقتنا اليوم في ليال الكويت. نشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.